السؤال التاني اللي معانا دكتور محمود أن حصل بيني وبينجوزي مشاكل وضربني ولما حلف علي بالطلاق منت بيته في الشقة طلعت فوق ونمت عند حماتي ولما أهلي عرفوا جمع عندي وتخنقوا مع بعض وشتموا بعض ورح أهل لأهلي بنتكم طالق 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 وأنا دلوقتي ببيت أهلي وهو عايز يرجعني إيه حكم الطلاق؟ الطلاق من الأمور الخطيرة وبه بتنتهي الأسرة وتنتهي الحالة الزوجية ولذلك بيحتاط فيه احتياط شديد فعند مسائل الطلاق محتاجين نسمع الزوجين بحيث نقف على الحالة التي كان فيها الزوج والحالة التي كانت فيها الزوجة ملابسات الموضوع وما يتعلق بهذا الأمر حتى يعني إذا كان الطلاق واقعا لا يقال هذا إلا إذا تأكدنا تماما من وقوع الطلاق ولذلك فبننصح الزوجين أنه ممكن يأتوا إلى دار الإفتاق المصرية يجلسوا معه من الفتوى ويعرضوا بقى الأمر باستفادة وتتم المناقشة بحيث نصل في النهاية إلى هو ده فعلا واقع بطلاق ولا ده كاتئل إيه الملابسات هل فيه إدراك وإملاك هل فيه غضب أثر على القرار ولا هو قرار واضح ومستقر ولا إيه الموضوع يعني لازم من رجوع لدار الإفتاق لا لا